مساء الخير اليوم سنكمل كلامنا نتحدث عن فريد لأنني أترطف بعض الأشياء كما تعرفون على اليوتيوب دائما كل من الواحد ينزل فيديو ويظهر لي فيديوهات تانية عن فريد فأريد أن أرد على كم أشياء أولا هناك شخص يعني ضيف على القناة كتب وقال أني أقول لي أقرأ الموعد وكذا فأنا أحب أن أرد عليه أولا كمان الفيديو دون لي علاقة بالموعد وسامير صبري أنا كنت أريد زمان اللي كتب عن فريد في الموعد والشبكة أيضا لأن بعد وفاة عبدالوهاب ابتدت المجلتين وهما كانوا يعتبروا من أكبر المجلات في الوقت دون في التسعينات الفنية ابتدت الموعد تنشر عن فريد وتنشر مذكراته أيضا نشرت الموضوع والشبكة اللي أنا كنت بتكلم عنه بتاع مصطفى أمين مصطفى أمين كان عامل سلسلة مقالات كان بينشرها عن علاقة فريد وسامير جمال طبعا كله كان كذب زي ما قلت مصطفى أمين كان بيحب أنه بيهيت الموضوع الشبكة ما كانتش بتقدم شيء سلبي إنما الاتنين إذا كان رئيس تحرير كان الموعد ورئيس تحرير الشبكة أيضا كان محمد بديع سربية وجورج خوري الاتنين كانوا يعتبروا من أصدقاء فريد إنما كان لسبب ما أيام قبل وفاة عبدالوهاب الإعلام كله كان من ضمنهم المجلتين ما كانوا ينشروا حاجة عن فريد إنما بعد طبعا وفاة عبدالوهاب بدأوا ينشروا عن فريد لكن من الأشياء سيئة إن الموعد كانت معروفة إن هي من المجلات اللي بتعتمد حتى كان دايما أذكر إن مثلا نص نص المجلة كان بتبقى صور حفلات يعني كانت بتعتمد على الإصارة شوية ممثلات راقصات كان يبقى لابسين لبس يعني طبعا ملابس صور وكان بيبقى لبس مسير وكانت بتحب تنزل الصور دين وكان معظم مع الصور حتى القصص كانت بتبقى فيها كان كتير بتبقى فيها من القصارة حتى الغلاف نفسه كان ساعات بيبقى أنه مسير ونحن كشعب بيحب العفة بصفة عامة يحب أول حاجات دين يعني طبعا تستهوي الصور وتستهوي الحاجات دين ف كنت بتفرج على اليوتيوب وبعدين طلع لي موضوع كان سامير صبري كان نشره في الموعد كان على موضوع بنت فريد وفي اليوتيوب في حديث لسامير صبري في ساعة صفة مع صفة أبو السعود بيتكلم عن بنت فريد اللي اسمها ميمي طبعا هو في الحديث ابتدى يلغبط في الكلام شوية قال ان هي كانت بتروح تزور صاحبات في العمراء اللي كانوا سكنين فيها وكان بيقول انها كانت محبوسة في حلوان أولا حلوان دي كانت كانت والدة فريد كانت عايشة في حلوان كانت زي أنا فاكر انها كانت يعني قريت زمان برضا انها لما تعبت نفسيا راحت حلوان من زمان من أيام وفاة اسمها جاءت لها حالة نفسية وصدمات كثيرة في حياتها فكانت منعزلة في حلوان ففكرة حلوان دي كان أم فريد كانت عايشة هناك ففي مقطع في نفس المقطع بيقول انها تعرف عليها انها كانت تروح في العمارة اللي هو سكن فيها تزور صاحبات دي النمرة واحدة نمرة اثنين بيقول النقط اللي هنبتدي نتكلم عليها نمرة اثنين بيقول انها كانت محبوسة في حلوان ومحدش بيعرف عنها حاجة ومحدش لكن ناس قالوا ان دي بنت فريد نمرة ثلاثة قال ان هو اتعرف عليها انها كانت في لبنان لان ابوه كان بيروح يجيب خيول من لبنان وكان بيروح يحضر سباء خيل في لبنان يعني اتعرف عليها في لبنان ورجع قال برضو ان هي حبه الاول ومش عارف ايه وبعدين صفاء بالصعود رجعت قال انها كانت حبك الاول قال لا انا احب بنت فريد فكان باين انه مش عاجبه فكرة انه بنت فريد فقيت له فيها ايه قال لا يعني ما هي مش عارف ايه وانا كنت لسه صغير وعيل وهم كانوا مدارين عليها المهم تحس انه الموضوع كله مش راكب على بعضه وكان في الموعد هو اتكلم على الموضوع ده كان حديث معاه زمان اولا سامير صبري يعني معروف انه هو كلامه عن فريد دايما يعني هو بيتكلم عن ممكن اللي هو بيحط السم في العسل يعني هو عارف قيمة فريد الفنية وعارف حب الناس لفريد وعارف عظمة فريد انما بيجي في احيان يروح مدي كلام يعني ايه يخلي كل اللي قالوا يروح في باي باي فبنشوف هنا هي البنت دي كان بتروح لجرانو ولا تعرف عليها في لبنان ولا كانت محبوسة وما بتخرجش وما بتقولش الحد ومحدش يعرف خالص انها بنت فريد ولا جرانو دولا والناس اللي هو بيعرفهم بيعرفوا ان دي بنت فريد ولا ايه بالضبط وبعدين هل يعني فكرة موضوع لبنان لو هي بتتمحبوس طب ازاي كانت بتروح لبنان ولا ولا هو مفيش الكلام يعني هو بيعن هو اكيد مفيش الكلام اللي هو بيقوله دولا فهو بيحب من نوعات كمان بتاعت سامر صابري الى كان بيحب فترة من اللقات ان هو يتكلم عن علاقاته النسائية ان هو بيفتخر ساعات ان هو علاقاته النسائية لسبب ما انه هو عايز يبين يعني انه هو عنده علاقات نسائية ف بعكس معظم الفنانين الاخرين يعني يعني دايما الفنانين بيداروا على الحاجات الدين يعني ما بيفتخروا انما هو بيحب يصرح بالكلام اللي فواضح انه يعني ان فيه كراهية ومحاولة لتشويه صورة فريد لانه لم يتكلم عن الموضوع ده اي حد غيره والموعد اللي تبنت الموضوع ده لما نشرته لسبب الفرق اعلى انه معروف لما اي حاجة بتكتب بالذات في التسعينات لما اي حاجة كانت تكتب عن فريد الناس اللي زينا هم بيجروا على طول يشتروها لانه مكانش بيكتب كتير فاذا كان ايجابي او سلبي هنجري نشتريها فهما ضمنين ان ده هيبيع في العالم العربي في مصر والموعد كان لها مقر في مدان التحرير كان لها مقر يعتبر مكتب كان مكاتب الرئيسية كانت في مصر فلما بينزل اي حاجة عن فريد طبعا كله بيجري بيشتري المجلة وطبعا ايامية ما كانش فيه تواصل اجتماع محدش كان بيرد محدش كان بيتكلم محدش كان بيتساءل طبعا لو حد حتى بعد جوابات انا كم من زمان كنت بابعة جوابات للمجلات وللجرائد ومشاهدين محدش كان بينشر حاجة لانه هينشر ايه؟ انه هو قال معلومات خاطئة يعني هو بعدين اللي بقى حلو انه بقى فيه ساعات مجلات وجرائد بتسمح ان الواحد يعلق على المقال على الانترنت فلو فيه خطأ ممكن تكتب انا كتبت الفريدة الشباشي كانت بتقول كما قال امير الشراء احمد شوقي وقف الخلقه ينظرون الي وقف الخلقه وقف الخلقه هذا ليس احمد شوقي هذا حافظ ابراحيم اللي قال قصيدة مصر تحدث عن نفسها فردت بعدها وقالت شكرا لذي لفت نظري ومش هايب ايه؟ فردت علي أنا تحت في المغرب اقول لها العفو فكان زمان لما بتيجي تبعت هم مش هينشروا لك يعني مين اللي هينشروا لان هم مش هينشروا حاجة بتبين ان هم غلطانين او ان هم بيحاولوا يتجرب بغلط او كده انما ايه حكاية البنت اللي هي اسمها ميمي الاطرج هل هي كان لها وجود؟ هل في فعلا بنت كانت لان انا عارف ان كان في وقت من الوقات كانوا متخيلين ان بنت اسمهان هي بنت فريد لان بنت اسمهان قعدت فترة مع فريد في مصر يعني فاكرا ان مرة عبدالله احمد عبدالله اللي هو ميكي ماوس اتكلم في الموضوع وطلعت ان هذه بنت اسمهان يا كاميليا كانوا كثير منهم كانوا يفتكروا ان هذه بنت بنته يعني مين ميم الاطرش بنت مين في العيلة هل ممكن بنت ممكن فؤاد لان الاسف فؤاد يعني انا بعتبر ان فؤاد كان اكثر اول من ظلم فريد كان هو فؤاد وانا بنكلم عن فؤاد برضو مرة تانية لان فؤاد كان سبب في انه فريد يسيب سمية يسيب سمية جمال قصص حب كتير كان فؤاد السبب فيها كان السبب في انهم نغس على اخته على طبعا المسلسل شوه صورة فؤاد جدا انما هو صورة فؤاد لم تكن جيدة انه فؤاد لم تكن له شغلة لغير انه مدير اعمال فريد يعني ده الحق يعني هو مكانش ليش حتى بعد وفاة فريد طلع وقال انه كان صوته حلو كان مفروض كان يغني يعني انا فاكر مرة كان ليه حديث طلع فيه يعني كان كلامه كأنه عايز يقول ان صوته كان احلى من صوت فريد هو مرة انا فاكر انه مرة قال الكلمة دي فاول من ظلم فريد كان هو اخوه اللي هو كان عايش من خيره فحياة فريد وفاة وبعد وفاة فريد لان فؤاد لم يكن له اي صفة ولم يكن له عمل فجر انه بيدير اعمال فريد بالشركة انتاج بيشوفه الافلام بيشوفه ينغس عليه عشته اي حاجة انما حتى في القصص اللي حوالين فريد وعلاقاته الانسانية مع الناس تحس ان اخوه ما كانش بيبقى موجود يعني الناس اللي كانوا اصدقاء لفريد مقربين اخوه ما كانش من الحاضرين يعني ما كانتش بتيجي صيرة اخوه اخوه فين في المشهد تحس انه هو مجهول مثل الشخصات المجهولة في الافلام الناس كلها تتكلم عنها انه موجود او مثل الشخصات اللي تسمع بتكلم في التليفون يعني مسرحيات مثل شويكار مثلا في سكة على بناتك انما ما تظهر شخصيا يعني هو ملووش كان صفة في الشخصيا نعم طبعا هو في حاد فريد كان فيه كتير من من كانوا دائما يحاولوا يتجروا بقصص العاطفية ويزايدوا عليها ويشوهوا صورته معادة شوية الوحاد اللي كانوا بيكلموا عن فريد بصدق وبمحبة خالصة عب سلام النابولسي طبعا معروف صدقته معاه صباح طول عمره كان بتتكلم عن فريد احسن الكلام مريم فخر الدين حتى فيه موقف مريم فخر الدين بتتعصب على عمر الحريري ان عمر الحريري بيقول ان فريد ما عرفش اضحك عليه ولا ما عرفشه كان فيه فيلم اللي هو رسالة غرام كان المفروض اسمه يطلع في التتري بقى اسمه تاني اسمه اللي مش عاف من الاسماء وان فريد ما طلعش اسمه جار في الواخر ومش عاف ايه فقفة فمريم فخر الدين قالت عمر الحريري دا يروح يتلهي دا كان لسه عيل صغر ما كانش ليه اي ايمة وفريد دا ليه شرف انه هو يمثل مع فريد فانا شايف ان فيه ناس مش فقط سامير صبري طبعا سامير صبري معروف انما فيه ناس كتير لعبت على الحكاية دي انها من صحافة اللي هي المفروض مجلات اصدقاء لفريد زي ما قلت الموعد والشبكة يعني شبه اختلقوا فضائح للمتجرة لان معروف ان زي ما قلت جمهور فريد هيجري ويشتري علشان يعرف ايه الموضوع انما مفيش مجال الرد مفيش مجال المسائلة مفيش مجالة اي حاجة وحلني على بال ما ممكن اي حاجة تتصلح طبعا مفيش حاجة تتصلح وبعدين هيجري المجالة في البلد وبتتشر في البلد وبتاع يعني صعب ان انت تبقى لي ايه مسائلات قانونية وبالذات في الوقت دوان فنبقى نكمل كمان الموضوع دوان بس انا حبيت اتكلم عنه وأعرفكم ان الموضوع دوان يعني يوتيوب وكده بتطلع حاجات كانت نايمة زمان ونبقى نكمل موضوع دوان اكتر ونشوفكم على خير وسلام